موسيقى فأنا بقول لكم مستشفى بوريجي مستشفى عظيمة جدا 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 فيها مشاكل أنا متأكد ان فيها مشاكل بس محتاجة دعم محتاجة ان نتقدم جميعا لنقدم المساعدة لانه دي فيها اجهزة كويسة وفيها نشاط يعني علاج كويس تعالوا نشوف مستشفى بوريجي مستشفى افتتح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة اليوم الخميس الوهدات الجديدة بالمستشفى الاطفال الجامعي التخصصي أبوريجي الياباني بعد ان تم مؤخرا انجاز عدد من التجديدات والتطويرات بالمستشفى بتكلفة بلغت حوالي مليون وخمسمائة الف جنيه وتضمنت تجديد العيادات الخارجية لخدمة المرضى المترددين لتقديم خدمة طبية متميزة عيادة الخارجية دي حضرها بيالنا فيها على أقل 100 ألف متردد على العيادات الخارجية المكان ده كان طبعا متهارك بقى 30 سنة ما تجددش الأماكن كان مزحمة جداً الكاريسي مزح متكسرة الأماكن التهوية ما كانش كويسة فقعدنا بناء المكان بحيث التهوية تبقى كويسة يبقى فيه مكان انتظار محترم للناس عشان يشعروا بالأدمية الطفل اللي معهم الرعاية المراكزة طبعا جددناها بأحدث الأجهزة المتطورة الجديدة وزدنا العدد عشان طبعا أنت عارفة أنا بنتلقى كل الأطفال من الجمهورية عن حق الجمهورية أطفال مصر فكان العدد السرير كان قليل كان 16 زودناه لـ 28 المشروع ده تم عن طريق ميزانية طبعا ومعها طبعا جزء كبير جداً من تبراط عن طريق مؤسسة بنك مصر ومتابعين كورام اللي هما تبرعنا بالبنية التحتية للمكان يعني يعني حياتك أنا كان العيان عشان يعمل التحليل بتاعه كمفروض أنه هو بيتاخدوا العيانة في الدور الأرضي ويتلعوا لي فوق الدور الثالث عشان يخش معمل التوارق ويتحلل حاليا نزلناه لجزء من المعمل تحت ببقى هاتك عنده معمل وكذلك الأشعة مش بس المعمل ببقى عنده جزء المعمل وجزء الأشعة تحت ببيحتاجش يخش لي حد فوق ودخول العيان في وحدة عمل بيلخم العمل ويوقف الشغل وفي نفس الوقت أنه بيبقى عايز بيبدارش يخش في سيستم المستشفى فالمسألة كلها بتبقى صعبة علينا إنما هو يكون وجوده تحت وإنه هو كل تورقه بتقدم له تحت من أشعة أو من تحاليل ويتحس لو هيتحجز يوم أو اتنين يتحجز في الترياش فده خلى إن الموضوع أسهل على العيان وأسهل علينا حكمان عشان نعرف نشتغل إحنا مش بس في جامعة القايرة إحنا يعني فعلا مغطيين أقسام كثيرة في مستشفى الجامعة القايرة لكن برضو بنساند جامعة عين شمس أسيوت الزأزي أسوان فلنا مساهمات في هذه المستشفيات وبرضو الهدف منها إن نغطي الحاجات اللي هذه المستشفيات لا تستطيع أن تحصل عليها بإمكانيتها الطفل لما بيجي هنا كل التخصصات موجودة في مستشفى بورفيش ولذلك اللي اهتمام بيها مسألة مهمة جدا لأن الأطفال يمكن ما بيقدرواش يعبروا عن ألمهم ولذلك إسعافهم والتعامل معاهم بسرعة أمر مهم جدا إحنا بنشكر بنك مصر وبنشكر المتبردعين اللي سهموا معنا في تحديث هذا المستشفي وإحنا دايما بنعد إن إحنا نكون في خدمة الناس ونقدم لهم خدمة على مستوى جاي كويس قوي يعني كل المؤسسات الاقتصادية لازم تعمل كده زي بنك مصر يعني ده لازم يتعمل باستمرار بمساهمة أفراد أيضا كمان نعمل الجناح في المستشفى مش عارف إيه بتاع دور في مهنة يعني دي مسائل مهمة جدا بتتعمل برة في كل حت الدول الكبيرة بيحصل الكلام ده مهم جدا جدا من نحاية دكتورها لفؤاد دكتور جابر نصار عمل على فكرة نشاط كويس أو في الجامعة وعمل نشاط ثقافي وتبادل مسرحي وهعملوا مسارح في مسرح الجامعة احنا عندنا مسرح جامعة عظيم وتاريخي يعني حضر عامة عمل فيها مع حفلات كثيرة وحضرها الرؤساء وحاجات مهمة جدا حصلت في جامعة القاهرة في المسرح الكبير بتاعها قاعة كبيرة وعظيمة جدا وليه تاريخ طويل يعني فنحب جدا نحنا نروح نتفرغ على عرض المسرحي نشوف الطلبة موجودة في المسرح القومي وده مهم جدا جدا بعدين الطلبة بتوع جامعة القاهرة يروحوا يعرضوا في سيد درويش وبتوع جامعة اسكندري يجو يعرضوا في جامعة القاهرة وبتوع ضمنهور يعرضوا في ضمنهور ويعرضوا في القاهرة وبتوع القاهرة يعرضوا في الأبرى اللي في ضمنهور إذا كنت عايز تبني يلا ما تفتكرش البونة بس أسمنت ومسلح وطوب لا دماغك ديد أنا عملت اختبار دلوقتي لزميل اللي بيشتغلوا معاه مش المعدين لا يعني زميل مش عقولها سميم باشي مفضحهمش بلونا أنا أحب الحاجات دي أنا ما يعني مفيش داعي مأكفتها مفيش حاجة خالص الدماغ دي لازم تنلي انت بقى الدماغ دي ربنا اديها لك وديك مخ يعني عبقري انت بقى تملاها يعني رز ومحشي وحاجات زي كده ماشي ودي اشار الوقت الاسباعة دا يتحرك واسباعة دا يتحرك واسباعة دا يتحرك واسباعة أول مخ ربنا خلو عشان خاطر نتحرك نفهم الدنيا ونعرف نتعامل معاه ازاي ونعرف نبني ازاي ونعرف حتات فيه بتنجان بقى هتقعد بقى جنب البتنجان والزيت المقلي بقى والفلفل شاتشات وبتاع وتبقى بقى يا ايه ربنا معاك يعني طيب طيب الدخلية بتقول لنا ان حركة المرور في المعادة الطبعية خلي بالك الصورة اللي شفناها دا يا تادي الصور اللي بتعرضها الجزيرة 17 واحد يروحوا ايه بقى ماشيين بالطول وخبالك يمشوا كده وره بعض ورافعين تقول لك مظاهرات ليلية في بنسويف مظاهرات ليلية في حلوان مظاهرات وهي كلها هلس فهلس يعني خلاص يعني احنا جربنا وثبت الفشل الزريع وثبت اشياء اشياء كثيرة جدا مش هنقد نعيدها تاني انتوا عارفينها كلكم خلاص ثبت الفشل الزريع وعدم الاحساس بلوطنية وعدم الانتماء ومحاولة سرقة البلد وكل ده حصل في السنة اللي شفناها السنة السودة دي اللي كانت موجودة موجودين فيها وكلنا رفضنا يعني في شوية ليلين منهم ما يتعدوش يعني ما يمثلوش نسبة انما كلنا رفضنا هذا السواد الفكري والمتخلف كل الناس رفضت الحمد لله فده مش شعب كتلى واحدة كده ما تسمناش الحاجة ده ما تسمناش الحاجة ده